السرعة المتوسطة والسرعة اللحظية ماذا تعني السرعة المتوسطة؟ ماذا تعني السرعة الغازية؟ عندما نتحدث عن السرعة فإنما نتحدث عن جسم يتحرك شيء ما ديه؟ فلو وصلنا الى هذا بس وهو علاقة لجسم يتحرك على المحنة هذا الجسم تغير موضوعه من النقطة حتى وصل الى النقطة اكس دو وواي دو فما الذي حدثه؟ حدث تغير في المحور اكس تغيرت اكس من الموقع اكس وان الى الموقع اكس دو وبالتالي جعلناه يحدث تغير في وقت من الموقع واي الى الموقع واي دو لماذا؟ لان الواي داد في الاكس فلو نظرنا النقطة تحركت من اكس وان واي وان الى النقطة اكس تو وواي دو لماذا؟ لان المحور واي يتغير تبعا لتغير المحور اكس هذا التغير الذي حدث في اكس اللي هو اكس تو مائس اكس وان يرمز له بالرمز دلتا اكس والتغير الذي حدث في واي وهو واي تو مائس واي وان يرمز له بالرمز دلتا واي دلتا واي فمتوسط التغير ماذا يعني متوسط التغير؟ متوسط التغير هو عبارة عن دلتا واي تقسيم دلتا اكس دلتا واي تقسيم دلتا اكس اي التغير الذي حدث في واي تقسيم التغير الذي حدث في اكس ويساوي واي اثنين مائس واي وان تقسيم اكس اثنين مائس اكس وان اي يعني تغير الدلتا واي اثنين اللي هي عبارة عن واي اف اف اكس اثنين واي وان اللي هي اف اوف اكس وان تقسيم اكس تو مائس اكس وان هذا التغير الذي حدث في اكس عندما نرمز له برمز ما وهو اتش اذن اكس تو اصبحت هي عبارة عن اكس وان زائد اتش يعني نستطيع ان نستبدل اكس تو ونضع اكس وان زائد اتش لتصبح الصورة النهائية والصورة دي هتنفعنا لما نيجي ناخد معدل التغير تعالوا ننظر سويا الصورة متوسطة اتفقنا وماذا تعني بها هي عبارة عن قسمة المسافة التي يتحركها الجسم خلال زمن معين او الزمن الذي قطع فيه هذه المسافة نبص لسؤال سقطت صغر سقوطا حرا من قمة جابل فما الصورة المتوسطة خلال اول ثانيتين من الحركة اول ثانيتين يعني ايه يعني من اول تي بتساوي صفر الى تي بتساوي اتنين وما هي العلاقة اين المعادلة كلنا نعلم انها اذا سقط جسم سقوطا حرا السقوط الحر يعني سقوط الجسم تحت تأثير عجلة الجاذبية الارضية ومعادلة السقوط الحر لايه جسمي هسقط هي واي بتساوي ستاشر تي تربيعه اذا تغيرت العلاقة من تي بتساوي صفر الى تي بتساوي اتنين يبقى متوسط التغير اللي هو دلتا واي تقسيم دلتا تي بيساوي واي اتنين ناقص واي واي تقسيم تي اتنين ناقص تي واي اتنين ماذا تاني اللي هي صورة الدلة تحت تأثير العنصر كام اتنين اي احزف التي واضع مكانها اتنين بنفس الدلة يبقى اصبحت ستاشر بدل تي تربيع اصبحت اتنين قص اتنين ناقص ستاشر ناقص تي وان اللي هي بكام بصفر يبقى ستاشر صفر لكل تربيع تقسيم التغير الذي حدث لكل اللي هو تي اتنين ناقص تي وان اللي هو بكام ثانية اتنين تمام يبقى اصبح هذا الكلام نحسبها بالآلة الحزبة بتساوي اتنين وثلاثين قدم على الثانية لو حبينا نعمق هذا المثال مش لازم اول ثانيتين طب اذا لحساب الصورة المتوسطة بين الثانيتين الثالثة والخامسة نفس الشيء وبنفس الخطوات دلتة واي تقسيم دلتة تي بتساوي وي اتنين ناقص وي وان تقسيم تي اتنين ناقص تي وان بتساوي ستاشر تي اتنين بكام سامعكم بتقوله بخمسة تمام يبقى بخمسة تربيع ناقص تي وان بكام بتلاتة اه يبقى بتلاتة تربيع تقسيم خمسة ناقص تلاتة نشوف الناتك بكم بالآلة الحزبة اللي هو بمية تمانية وعشرين هذه هي السرعة المتوسطة فما السرعة اللحظية على سبيل المسال احنا بنتكلم عن سرعة المتوسطة طب يعني ايه سرعة اللحظية ناخد مثال سواء انا مسافر من ابو ظاقي هنا دبي لما اسألك انت مسافر بسرعة كامل سرعة السيارة كانوا كامل المسلا مية وعشرين هقول لك الطريق كله مية وعشر طب يا سيارة لو انت قدام المتوسطة سرعتك كامل سرعة اذا امر تغير المقصود السرعة في لحظة ما في اللحظة التي تكون فيها امام المطار كما اذا هذا هو المقصود للسرعة اللحظية طب ازاي نستطيع كسابها دا ما نحتبر السرعة اللحظية هي سرعة متوسطة ازاي اهى نعتبر ان هناك حدثة تغير انا كنت عند المطار في الساعة مسلا عند اللحظة تي بتساوي خمسة طب متوسط التغير تحسبه بين اللحظة تي بتساوي خمسة او لحظة ثانية اخرى قريبة لها جدا وانتكن خمسة زائد اتش ونحسب حسابات السرعة المتوسطة وفي النهاية نعود عن اتش بكام بصد فكأنما حسبت السرعة بنحظة ما ما رأى ذلك من خلال هذا السؤال مثال على نفس المثال السابق انا عايزين انه يحسب السرعة اللحظية ليه الجسم عند تي بتساوي كاما يا شباب اتنين نفس الطريقة دلتا واي باي دلتا تي او تقسيم دلتا تي بتساوي وي اتنين ناقس وي واي على تي اتنين ناقس تي واي طيب تي اتنين اللي هي اصبحت كام تفقنا اللي هي عند اللحظة اتنين زايد اتش اللي هو التغير البسيط اللي احنا هنحسبو ماقس اف اوف اتنين على تي اتنين اللي هي بكام اتنين زايد اتش ناقس эпتنين اللي هي أصبحت نفس الطريقة 16 أشيل التي تربيع وحط مكانها كام يا شباب 2 زائد H الكل تربيع مع ال 16 في 2 الكل تربيع على H بتساوي نسيب ال 16 كماية ونفك القول زي ما كلنا بنحب نعمل 4 زائد 4 H زائد H تربيع ناقص 16 في كام في 4 يبقى أصبح الكلام ده بيساوي نفك الأقواس ونضرب 4 في 16 64 ناقص أيضا 4 في 16 64 H زائد 16 H تربيع ناقص 64 على H أصبح الكلام ده نختصر 64 مع 64 واحدة بالموجة بواحدة إذن يتبقى عندي 64 64 H زائد 16 H تربيع تقسيم H هنقصم البسطة على المقام 64 H تقسيم H بتساوي كام يا رجالة 64 زائد 16 H تربيع تقسيم H بتساوي كام 16 H هذا هو السرعة اللحظية لجسم يتحرك خلال فترة زمنية صغيرة جدا طب احنا في البداية عاوزين السرعة اللحظية بسيطة نحسب التغير الذي حدش في H كاد يكون يقترب من الكام من الصفر وده وبإطاء H قيم تقترب من صفر ويعبر عن ذلك بالرمز يا شباب لمت لما H تسعى لصفر دلتا Y تقسيم دلتا T اللي هو بيساوي لمت 64 زائد 16 H طب لمن ده ما نضع T بتساوي صفر يصبح الناتج كام يا شباب 64 أي أن نهاية السرعة المتوسطة اللي هي بنسميها السرعة اللحظية وهي كام 64 وذلك عندما تقترب H من كام يا شباب من الصفر مثال آخر ندعم لي احسب السرعة اللحظية عند T بتساوي كام 5 نسمعكم بها دلتا Y تقسيم دلتا T نفس الطريقة Y 2 ناقص Y 1 على T 2 ناقص T 1 اللي هي بتساوي 16 في 5 زائد H كل تربيع ناقص 16 في 5 كل تربيع على H وين فك الأقواص وبنفس الطريقة فك التربيع مرة تانية 25 زائد 10 H زائد 16 H تربيع ناقص 16 في 5 و20 على H اصبح في النهاية كام بنفس الطريقة في النهاية 160 زائد 256 نعين نهايتها عندما H تسعى الكام رجالة للصف اصبحت تقسيم دلتا تي لما H تسعى للصف بتساوي 160 زائد 256 وخمسين H وما بعد H بتساوي صف يبقى كلام دا بيساوي 106 256 وخمسين وهي لية السرعة اللحظية عند اللحظة اللي فيها T بخمسة اهلا ومرحبا بكم من جديد مع الدرس الزائد من دروس الوحدة الاولى هو درس نهاية الدلة احنا تحدثنا في الجزء الاخير من الدرس الاول عن نهاية الدلة وعيننا limit delta y على delta t عندما delta t تسعى للصفر او عندما H تسعى للصفر فهيا بنا نستفيد في موضوع النهايات حتى ندرك ماذا تعني كلمة نهاية الدلة اذا نظرنا الى هذه الدلة مثلا هي علاقة بين x وبين f of x فاذا لو نظرنا للدلة هنجد ان قيمة الدلة عند 3 بكام خمسة طب اذا اخذنا قيم تقريبية تقترب عند 3 من اين من يمين 3 يمين العدد 3 نجد قيمة الدلة تصبح مثلا 3 و 1 من 10 نجد الدلة مثلا 5 و 2 من 10 وهكذا فاذا اقتربنا عند النقطة 3 من اتجاه بيه الى اتجاه العدد 3 حتى انا كان نصل الى النقطة 3 تصبح قيمة الدلة كاما رجالة خمسة نقبر عن ذلك بايه بلمت f of x عندما x تقترب الى 3 من ناحية اليمين الاشهارة الموجبة تعني من ناحية اليمين بتسوي كام خمسة واذا قررنا نفس هذه الخطوة بس من ناحية ايه سمعكم تقول اهو من ناحية اليسار شوه ادلها هتتجاه الى يسار العدد كام ثلاثة نشوف نعبر عنها بايه بلمت f of x عندما x تقترب الى 3 من ناحية اليسار اللي هي بتسوي كام ايضا بتسوي خمسة طب تعالوا ننظر معنى ذلك ان لمت f of x لما x تقترب من اليمين بخمسة وايضا عندما x تقترب من اليسار بخمسة ففي هذه الحالة لما نقول limit f of x لما x تقترب من 3 واسكت فمعنى ذلك انها تقترب من اليمين وايضا من اليسار وكلاهما بخمسة يبقى اصبحت limit f of x لما x تقترب الى 3 بتسوي خمسة واكرر مرة اخرى وهذا يعني ان نهايتها من اليمين بخمسة وايضا نهايتها من اليسار بخمسة ونلاحظ ان f of 3 بتساوي خمسة اي ان قيمة الدالة عند 3 بتساوي خمسة او الدالة معرفة عند x بتساوي 3 لننظر الى نفس الرسم وهنعمل تعديل بسيط عليه هنا ايضا اذا اقتربنا الى 3 من اليمين فمعنى ذلك ان limit f of x عندما x تسعى الى 3 من ناحية اليمين بتساوي خمسة وايضا limit f of x لما x تسعى الى 3 من ناحية اليسار بكام سمعكم بتقوله هو بخمسة لا معنى ذلك ايه اه نظبوط الكلام ان limit f of x لما x تقترب الى 3 بتساوي خمسة لا طب ما الفارق بين هذا الشكل وهذا الشكل هذا الشكل نجد ان هنا فجوة هل هناك قيمة للدالة عند x بتساوي 3 نجد ان الدالة ليست معرفة عند x بتساوي 3 او ايضا ليس لها وجود ومع ذلك الدالة لها ناحية اذا لازم نكون متذكرين انه يشترط لاجاد نهاية الدالة عند نقطة ان تكون الدالة معرفة عند هذه النقطة نركز على هذه النقطة تعالوا ننظر الى رسمة اخر هنا اذا اقتربنا الى العدد 3 او من يمين العدد 3 شوفوا الدالة هتقفين اخر نقطة وقفت عندها بكاما رجالة خمسة يبقى نقدر نقول ان limit f of x عندما x تسعى الى 3 من اليمين بتساوي كاما خمسة وهيا بنا ان نكرر نفس الموضوع بس من ناحية الايه الشمال يبقى اصبحت شوفوهم limit f of x لما x تقترب ل3 من ناحية اليسار اخر نقطة وقفت عندها اللي هي كام 4 معنى ذلك ان النهاية من اليمين اختلفت عن النهاية من اليسار وفي هذه الحالة نسمي نهاية الدالة سمعتكم بتقوله انها نهاية غير موجودة برافو نهاية غير موجودة غير موجودة ورغم ان الدالة معرفة عند العدد 3 قيمة الدالة عند العدد 3 بكم بخمسة والدالة معرفة مرة تانية عند العدد 3 ازا لا يشترط لائجاد نهاية الدالة عند نقطة ان تكون الدالة معرفة عند هذه النقطة نخرج من هذا يا رجال نخرج من هذا تعني اذا كان هناك نهاية للدالة من اليمين أي أن limit F of X عندما X تسعى إلى C من اليمين بتساوي limit F of X لما X تسعى إلى C من اليسار وكلاهما بيساوي L فمعنى ذلك أن limit F of X عندما X تسعى إلى C بتساوي L وأيضا إذا كانت النهاية من اليمين لا تساوي النهاية من اليسار فمعنى ذلك أن نهاية الدلة عند النقطة C غير موجودة يعني الوقت لابد أن نكون متيقنين جدا أنه لا يشترط لإيجاد نهاية الدلة عند نقطة أن تكون الدلة معرفة عند هذه النقطة هيا ننظر إلى هذا المثال عندي دلة معرفة على الشكل على الشكل بهذا الشكل اللي موجود أمامي من النقطة X بتساوي 0 إلى X بتساوي 4 أي على الفترة الزمنية 0 و 4 إذن limit F of X عندما X تسعى إلى 2 فورا بكام قيمتها بواحد إذن أيضا limit F of X عندما X تسعى إلى 1 من اليمين هنا الاختلاف 1 من اليمين أذهب إلى يمين الواحد آخر نقطة الدلة وقفت عندها اللي هي العدد كام سمعكم بتقولهم بكام بواحد وأيضا limit F of X عندما X تسعى إلى 1 بس من اليسار آخر نقطة وقفت الدلة عندها من اليسار كام أيضا بصوا كده صف أحسنتم يبقى limit F of X لما X تسعى إلى 1 من اليسار بتساوي صف فمعنى ذلك أن النهاية من اليمين اختلفت عن النهاية من اليسار ونلاحظ شكل المنحنى في هذه النقطة ما الذي عدس له وكأنما انفصل عن بعضه انفصالا موينا يبقى معنى ذلك أن limit F of X لما X تسعى إلى 1 غير موجودة وأنا أترق على ذلك يبقى limit F of X لما X تسعى إلى 0 من اليمين أيضا بكام آخر نقطة وقفت عندها بواحد برافو يبقى أيضا limit F of X لما X تسعى إلى نص عند النص وانا أرد ألا لما X تسعى إلى نص قميتها كام تقريبا سمعكم بتقولوا كام نص برافو و limit F of X بنفس الطريقة عندما X تسعى إلى 2.5 بكام بواحد ونص أحسنتم يبقى هنا أيضا limit F of X عندما X تسعى إلى 4 مليا سار مليا يجاوب أحسنت واحد برافو وايضا limit F of X عندما X تسعى إلى 3 من اليمين أصبحت العملية شبه سهلة جدا ولا يوجد أي مشكلة إن شاء الله بكام باتنين وطالما نهايتها من اليمين باتنين ففورا بدون ما نفقر ولا نهاية أيضا نهايتها من اليسار باتنين ومعنى ذلك أن نهايتها عند العدد X بتساوي 3 أيضا باتنين الآن تعالوا أيها الطلباء والطالبات تعالوا مع بعض نشوف مجموعة من الأمثلة البسيطة والسهلة لحل مجموعة من مسائل الناية هذا السؤال الأول اللي موجود عن ذلك اللي هو اللي هو بيساوي 3 ناقص 1 الكل تربيع ناقص 2 نرب ناقص 1 زائد 1 تقسيم ناقص 1 تكعيم زائد 2 ثم باستخدام الآلة الحزبة نجد أنه ده بيساوي 3 زائد 2 زائد 1 على ناقص 1 زائد 2 في استخدام الآلة الحزبة نجد أنه ده في النهاية بكام 6 مثال آخر أوجد لمت أكس تربيع ناقص 9 على أكس زائد 3 عندما أكس تسعى إلى سالم 3 الآن في هذا السؤال مختلف تعالوا نعوض مع بعض في المقام وده أهم نقطة موجودة عندنا نعوض مع بعض في المقام سالم 3 زائد 3 أصبح بكام بصفر إذن لا يجوز القسمة مطلقا على صفر يبقى لابد أن نحلل كلا من البسط والمقام البسط كلنا عارفين من يقدر يحلل البسط آه مظبوط فرق بين مربعين يبقى عبارة عن لمت أكس مع عقص 3 ضرب أكس زائد 3 وده صورة تحليل الفرق بين مربعين على أكس زائد 3 عندما أكس تقترب إلى سالم ثلاثة أصبح الكلام ده بيساوي نختصر الآن أكس زائد 3 مع أكس زائد 3 يبقى أصبح بيساوي لمت أكس مع عقص 3 عندما أكس تقترب من سالم 3 ثم نعوض مباشرة ليكون الناتج سالب 6 الآن مثال آخر الآن مثال آخر وهو لمت رقم 3 لمت أكس أكس ناقص خمسة على جزر خمسة ناقص جزر أكس عندما أكس تقترب من خمسة اتفقنا وقلنا اتفقنا وقلنا أن إحنا لازم أول حاجة نعوض بها نعوض فين في المقام نعوض في المقام أصبح المقام نشيل ونحط خمسة جزر خمسة نايز جزر خمسة بكام بسفر ما ينفعش يبقى لازم نحلل هتقول لي يا أستاذ نحلل إذا ده مش فرق بالمربعين ما فيش مشكلة يتحلل فرق بالمربعين أو حتى ندرب في مرافق المقام يبقى أصبح بيساوي لمت والأسهل نحلل مباشرة على صورة فرق بين مربعين لمت اكس نايز خمسة يتحلل قوس اكس عبارة عن جزر اكس في جزر اكس والخمسة أيضا عبارة عن جزر خمسة في جزر خمسة والإشارتان مختلفتان سالب و مجب ثم المقام زي ما هو جزر خمسة ناقص جزر اكس عندما اكس تقترب من خمسة نخلي بالنا هذا المقدار هيختصر مع هذا المقدار بس في نقطة مهمة جدا نخلي بالنا المقدار ده بجزر اكس نايز جزر خمسة بينما ده بجزر خمسة نايز جزر اكس يبقى لابد من تغيير الإشارة ففورا مضع هنا ناقص واحد حتى لا ننسى بالاختصار لأن ما نقدرش نختصر ده مع ده اللي إذا كانوا متشابهين تماما الآن نعوض عن اكس بخمسة أصبحت ناقص واحدة هو في جزر خمسة زائد جزر خمسة يبقى أصبح بيساوي ناقص اتنين جزر خمسة وصورة أخرى أيضا السؤال رقم 4 لو لمك اكس تكعيب زائد 8 على اكس تربيع زائد اكس ناقص اتنين عندما اكس تسعى إلى سالب اتنين وبنفس الطريقة إذا عوضنا عن اكس بسالب اتنين في المقام تعالوا نعوض مع بعض مجبر بعض ناقص اتنين يبقى اتنين ناقص اتنين يبقى صف إذن ما ينفعش يبقى لابد من إجراء أي طريقة أخرى سواء كان تحليل البسط وتحليل المقام يا ترى فاكريم إزاي نحل البسط على صورة مجموم وكعبن تعالوا نرجع مع بعض لما نحل البسط على صورة مجموعة مجموم وكعبن الليمت اهو وبكرر مرة تانية كلنا واحنا بنشتغل بننسى نبتب علامة الليمت لأنك ما نشلهاش اللا بعد التعويض في آخر خطوة عندما اكس تسعى إلى سالب اتنين هذا قوسين القوس الأول الجزر التكعيبي الأول اللي هو اكس زائد الجزر التكعيبي للمقدار التاني اللي هو كام اتنين الآن إلى القوس الآخر مربع الحد الأول اللي هو اكس تربيع عكس الإشارة اللي موجودة اذا كان اندي موجب تبقى دي سالب اذا كان اندي سالب تبقى دي موجب حصل ضرب ده في ده زائد مربع الحد التاني دائما اللي هو اربعة طب والمقام واضح أن المقام مقدار سلاسي ويتم تحليله إلى قوسين بهذا الشكل الاكس تربيع وهي عبارة عن اكس اشارة الحد التالت موجبة ولا سالبة سالبة يبقى الاشارتان مختلفتان احدهما موجبة والاخرى سالبة وعدد الاتنين ايه العددين اللي حصل ضربهم اتنين والفارق بينهم واحد اذا هي اتنين ضرب واحد واللي اتنين طبعا بيجي عند اشارة الحد الاوسط الان نستطيع الاختصار اكس زائد اتنين راح اتمعها اكس زائد اتنين وانا ثم نعود مباشرة عن اكس بتساوي سالب اتنين يبقى اصبحت مقس اتنين تربيع باربعة وكمان هنا كام اربعة واربعة يبقى اصبح البسطة عندي باثناشر المقام نعود عن اكس بسالب اتنين اصبح هنا سالب اتنين سالب واحد اصبح كام سالب تلاتة واثناشر تقسيم سالب تلاتة اللي هي بسالب اربعة اهلا اهلا السلام عليكم ننظر الى اي دلة ايا كانت ولتكن هذه الدلة التي امامنا لو سألنا اي شخص بالعربي هل هذه الدلة متصلة ببعضها نعم متصلة ببعضها لماذا لا يوجد اي انفصال في اي نقطة عند هذه النقاط فمعنى ذلك ان هذه الدلة متصلة طب فما التفسير العلمي لها فاذا نصرنا الى الى الاتصال عند النقطة هل يوجد نهاية عند النقطة ثلاثة نعم لمت اف اف اكس لما اكس تسعى الى ثلاثة بتساوي كام خمسة وايضا لمت او اف اف ثلاثة بتساوي كام خمسة معنى ذلك ان هذه الدلة لها نهاية عند ثلاثة وقيمتها عند اكس بتساوي ثلاثة ايضا بكام بخمسة لذلك فان هذه الدلة متصلة عند اكس بتساوي ثلاثة واذا نظرنا الى هذا الرسم بمجرد النظر هل هذه الدلة متصلة عند اكس بتساوي ثلاثة واضح ان هنا يوجد انفصال فما فما تفسير هذا رياضيا لمت اف اف اكس لما اكس تسعى الى ثلاثة بتساوي خمسة لماذا لانه لا يشترك لايجاد نهاية الدلة عند نقطة ان تكون الدلة معرفة عند هذه النقطة ومع ذلك فان اف اف ثلاثة هنا ليس لها وجود وبمجرد النظر فمعنى ذلك ان هذه الدلة ليست متصلة عند اكس بتساوي ثلاثة واذا نظرنا الى هذا الرسم واضح من خلال هذا الرسم انه لا يوجد نهاية عند النقطة اكس بتساوي ثلاثة هنا حدث انفصال في المنحنة والنهاية من اليمين اختلفت عن النهاية من اليسار عند النقطة اكس بتساوي ثلاثة ومعنى ذلك ان لمت اف اف اكس عندما اكس تسعى الى ثلاثة غير موجودة هنا حدث انفصال نتيجة عدم موجود نهاية رغم ان الدلة لها وجود عند العدد اكس بتساوي ثلاثة اي لها قيمة عند اكس بتساوي ثلاثة معنى ذلك ان الدلة غير متصلة عند اكس بتساوي ثلاثة فمتى تكون الدلة متصلة او متى نستطيع تعريف الدلة بانها متصلة تكون الدلة متصلة باختصار شديد عند اي نقطة اذا كانت نهايتها عند هذه النقطة بتساوي قيمتها عند هذه النقطة وهذا هو التفسير لاتصال دلة عند نقطة ما لو نظرنا الى هذا المثال دلة بهذا الشكل الذي امامي لو نظرنا الى هذا دل انظروا معي هل هذه الدلة متصلة عند اكس بتساوي واحد بمجرد السؤال فورا فهي غير متصلة لماذا واضح من خلال الشكل النهاية من اليمين اختلفت عن النهاية من اليسار وايضا هل هي متصلة عند اكس بتساوي اثنين واضح لا لماذا لان نهايتها يوجد نهاية ولكن نهايتها لا تساوي قيمتها فمعنى ذلك ان الدلة هذه متصلة عند جميع النقطة ما عدا عند النقطتين اكس بتساوي واحد واكس بتساوي اثنين طب هل نستطيع علاج هذا الانفصال هل نستطيع التخلص من هذا الانفصال نعم هناك نقاط نستطيع ان نتخلص من الانفصال عنده او انفصال نستطيع التخلص منه او علاجه لو نظرنا الى النقطة عند اكس بتساوي اثنين اذا حركنا هذه النقطة من اكس بتساوي اثنين نزلناها هنا عند الفجوة معنى ذلك هتصبح الدلة فورا متصلة اذا الانفصال عند اكس بتساوي اثنين يسمى انفصال مؤقت ويمكن التخلص منه وذلك بوضع اف اف اثنين بتساوي كواحد ولكن هل نستطيع علاج هذا الانفصال عند اكس بتساوي واحد بتقطع لا لانه لا بد من اعادة تغيير الدلة كلها مرة اخرى اذا الانفصال عند واحد يسمى انفصال نتيجة قفزة او نتيجة عدم موجود النهاية ولا نستطيع التخلص منه الان هيا بنا نتعرف الى موضوع اخر وهو الاتصال من اليمين وايضا الاتصال من اليسار اذا نظرنا الى اطراف هذه الدلة هذا هو الدلة من ناحية اليمين وايضا هذه الدلة من ناحية اليسار فلو نظرنا بمجرد النظر هل متصلة عند اكس بتساوي بي نعم متصلة عند اكس بتساوي بي لماذا متصلة عند اكس بتساوي بي ومتصلة عند اكس بتساوي ايه الدلة اف متصلة عند اكس بتساوي ايه لماذا لانه لما اكس تسعى الى ايه من ناحية اليمين بتساوي قيمتها عند الايه بتساوي ايضا ثلاثة وبنفس الطريقة أن الدلة متصلة عند X بتساوي B لماذا؟ لأن نهايتها عند B بتساوي قيمتها عند B وبتساوي أيضاً أربعة أما هذه الدلة هي متصلة عند X بتساوي إيه؟ لماذا؟ لأن نهايتها عند A بتساوي قيمتها عند A وكلاهما بتساوي ثلاثة ولكن هل هذه الدلة متصلة عند X بتساوي B من اليسار؟ بالقطع لا لماذا؟ الدلة لها نهاية عند x بتساوي b من اليسار ولكن ليست لها قيمة عند x بتساوي b والشرط الأساسي للاتصال أن تكون نهاية الدلة عند نقطة تساوي قيمتها عند هذه النقطة فمعنى ذلك أن limit f of x لما x تسعى إلى b من اليسار بتساوي 4 ولكن f of b أي قيمة الدلة عند b غير موجودة ولذلك فإن الدلة ليست متصلة عند b من اليسار وهذه الدلة أيضا نلاحظ أنها متصلة عند b ولكنها ليست متصلة عند a من اليمين لماذا ليست متصلة عند a من اليمين؟ لأن نهايتها عند a من اليمين لا تساوي قيمتها لأن limit f of x عندما x تسعى إلى a من اليمين بتساوي سمعكم بتقوله كم؟ ثلاثة برافو بينما قيمتها عند a أصبحت كم؟ أربعة إذن اختلفت النهاية عن القيمة معنى ذلك أن limit f of x لما x تسعى إلى b من اليسار أيضا بكم بخمسة لذلك فإن الدلة متصلة عند x بتساوي b من اليسار نستخلص هنا شيء أنه حتى تكون الدلة المتصلة عند النقطة يجب أن يكون نهايتها عند هذه النقطة بتساوي قيمتها عند هذه النقطة الانفصالة هو أنواع كثيرة إذا نظرنا إلى هذه الدلة المرسومة في الشكل واحد بمجرد النظر هل يوجد نقاط انفصال في هذه الدلة؟ أيوة بتقطع لا هذه الدلة دلة متصلة ولا يوجد انفصال في أي نقطة حتى عند النقطة صفر نهايتها عند الصفر بتساوي قيمتها بتساوي واحد طب الشكل اثنين هل هذا هذه الدلة متصلة عند النقطة صفر بالقطع هو بمجرد النظر؟ لا ولكن ما نتيجة هذا الانفصال؟ هذا الانفصال ناتج من أي؟ هذا الانفصال ناتج من عدم متعريف الدلة عند النقطة x بتساوي صفر أي أن هذه الدلة ليست معرفة عند x بتساوي صفر وهل نستطيع التخلص من هذا الانفصال؟ نعم نستطيع التخلص بإعادة تعريف الدلة عند x بتساوي صفر ووضعها x بتساوي كام؟ واحد طب هالشكل رقم ثلاثة الدلة بهذا الشكل ليست متصلة عند x بتساوي صفر وأيضا معرفة عند x بتساوي صفر لأن f of صفر بتساوي كام؟ اثنين فما نوع هذا الانفصال؟ هذا الانفصال نسميه انفصال مؤقت ويمكن التخلص منه أتخلص منه إزاي؟ إن أنا أقدر أحرك الدلة عند النقطة x بتساوي صفر اللي هي قيمتها اثنين أنا أزلها وأقفل بيها هذه الفجوة تصبح f of صفر بتساوي كام؟ واحد وأنواع أخرى من الانفصال هذا الانفصال نلاحظ عنه أنه انفصال نتيجة إيه اللي حصل هنا؟ ما فيش نهاية وطالما ما فيش نهاية يبقى الانفصال يسمى انفصال نتيجة قفزة انفصال نتيجة إيه؟ قفزة النهاية غير موجودة فهو أن يصبح الانفصال نتيجة قفزة limit f of x من اليمين بواحد و limit f of x من اليسار بكام؟ بصفر أيضا هذا الانفصال هل أقدر التخلص منه؟ هل نتيجة قفزة؟ نلاحظ أن الدلة هنا اللي هي f of x بتساوي واحد على x تربية لا يمكن أن يكون للدلة قيمة عند الصفر لذلك الانفصال هنا يسمى انفصال نهائي ولا نستطيع التخلص منه على الإطلاق بينما هذا الانفصال وهو الأخير نلاحظ أنه انفصال كشكل منحنة دلة الصين والقزين بيسمى انفصال نتيجة قفزة أو نتيجة عفوا انفصال تزبزبي انفصال تزبزبي لذلك هذا النوع الأخير انفصال نتيجة تغير الزبزبة أو بازل تعالوا ننظر إلى قواعد تحديد اتصال الدلة بمجرد النظر هناك دوال دائما متصلة ما هي هذه الدوال؟ الدلة كثيرة الحدود بجميع أنواعها يعني ايه كثيرة حدود بجميع أنواعها؟ دل الخطية دل من الدرجة الأولى دل من الدرجة الثانية لجميع الدرجات الدوال كثيرة الحدود بجميع أنواع دوال متصلة عند أي نقطة من مجالية دلت المطلق فاوف اكس بتساوي مطلق اكس أيضا دل متصلة لجميع قيم اكس الحقيقية دون أن نحتاج إلى أمرها أيضا الدوال الأسية اللي هي الواي بتساوي اي اكس وصورته العام دل مجالها مجموعة الأعداد الحقيقية كلها ومتصلة أيضا عند كل نقطة من مجالها هذه الدوال فورا نستطيع أن نقول عنها أنها دوال متصلة كذلك أيضا الدوال المثلسية الأساسية دوال الساين اكس والكوزين اكس ولو شفناهم ورسمناهم نجد أن كل هذه الدوال لا يمكن أن تنفصل إلا بشرط معي هذه الدوال إذا رسمتها بتجد أن منحنها منحنة متصل بصفة مستمرة الدوال اللغرتمية هنا تذكرنا من صف الحادي عشر أن الدلال اللغرتمية لكي يكون لها وجود يجب أن تكون قيم إكس هذه أكبر من الصف قيم إكس أكبر من كام؟ من صف يبقى هذه الدلال اللغرتمية متصلة لجميع القيم التي تجعل ما بعد اللوج أكبر من الصف دالة الجزر التكعيبي وي بتساوي جزر التكعيبي الأكس نايسي أيضا دالة متصلة لجميع قيم إكس أما دالة الجزر التربيعي اللي هي الواي بتساوي الجزر التربيعي لأكس نائس اي هذه الدالة متصلة لجميع القيم التي تجعل ما تحت الجزر يجب أن يكون عدد مجب أو كمية مجبة يعني بمعنى صح ما نقدرش نعوض عن اكس بقيمة ويكون الناتج عدد سالب لأنه لا يوجد جزر حقيقي لعدد سالب فمعنى ذلك أن هذه الدالة متصلة لجميع القيم التي تجعل اكس نائس اي أكبر من أو يساوي صفر كذلك الدوال الحدودية النسبية أسألكم سؤال هل يستطيع أحد أن يقسم على صفر؟ لا يمكن أن نقسم على صفر لذلك فإن الدوال النسبية هذه متصلة لجميع القيم ما عدا القيم التي تجعل المقام بيساوي صفر ونسميها بأصفار المقام ما عدا أصفار المقام لو حبينا نتعرف أو نقدر نحدد نوع انفصال الدالة من خلال بس تعالوا ننظر إلى بعض من هذه الأمسل هذا شكل هذا شكل دا بمجرد النظر عايزين نحدد نوع الانفصال؟ وأي نقاط من هذا الانفصال نستطيع التخلص منها؟ أسألكم سؤال الدالة هنا منفصلة عند X بتساوي 1 لماذا منفصلة عند X بتساوي 1؟ لا يوجد نهاية النهاية من اليمين اختلفت عن النهاية من اليسار لا يوجد نهاية فمعنى ذلك أن الانفصال هنا نتيجة قفزة طالما لا يوجد نهاية ففورا الانفصال نتيجة قفزة طب عند X بتساوي 2 آه سهلة بسيطة الانفصال عند X بتساوي 2 انفصال مؤقت ويمكن التخلص منهم بإعادة تعريف الدالة وذلك بوضع F of 2 أنزل هذه النقطة حتى نتخلص من الانفصال الآن انظروا إلى الشكل الآخر هذه التدلة بمجرد النظر هناك نقاط انفصال X بتساوي 0 X بتساوي 1 X بتساوي 2 وأيضا X بتساوي 3 تعالوا ننظر إلى نقطة نقطة عند X بتساوي 0 هل يوجد نهاية؟ سمعكم بتقولوا لا يبقى فورا هنا الانفصال نتيجة قفزة ولا يمكن التخلص منهم الانفصال عند X بتساوي 1 واضح هو بنفس الطريقة أنه انفصال مؤقت ونستطيع التخلص منه وذلك بوضع F of 1 أو قيمة الدالة عند 1 بكام؟ 2 حسنتم الآن الانفصال عند X بتساوي 2 أيضا سهل وابسيط نستطيع التخلص منه وذلك كيف؟ أننا نعيد تعريف الدالة عند X بتساوي 2 نعيد لأن هنا الدالة ليست معرفة أساسا عند X بتساوي 2 ولذلك الانفصال نتيجة عدم تعريف الدالة وعند X بتساوي 3 بنفس طريقة X بتساوي 2 إذن هذا الانفصال نستطيع التخلص منه بإعادة تعريف الدالة الآن عايزين نقعد ونعرف مع بعض إزاي نقدر نحدد قواعد انفصال الدالة بطريقة جبرية مش من طريقة الرسم على سبيل المثال الدالة اللي موجودة أمامي اللي هي Y بتساوي X ناقص 1 على X تربيع ناقص 4X زائد 3 عايزين نحدد نقاط الانفصال ونحدد نوع الانفصال إذا كان عندنا مهارة الرسم نقدر نرسب ونحدد نوع الانفصال لكن عايزين نحددها جبريا هذا الرسم اتعرفنا عليه الآن بهذا الشكل احنا عارفين إن دي دالة نسبية إذن لابد من تحليل البسط وتحليل المقام ونعين أصفار المقام أي القيمة التي تجعل المقام بيساوي 0 بهذا الشكل المقام مقدار ثلاثي يبقى X ناقص 3 في X ناقص 1 ده التحليل الآن هناك صفرين للمقام ما هما اللي هما X بتساوي 3 و X بتساوي 1 X بتساوي واحد نلاحظ أنه نستطيع التخلص منه بعد الاختصار لذلك هنا الانفصال مؤقت ويمكن التخلص منه بإعادة تعريف الدالة عند X بتساوي 1 طب و X بتساوي 3 لا بقى ده ما أقدرش نعمل فيه حاجة ده انفصال نهائي فورا لأنه لا نستطيع اختصاره مع أي شيء موجود في البسط تعالوا إلى دلة أخرى Y تساوي الجزر التكعيبي لاتنين X ناقص واحد ندلسنا قبل كده إن الجزر التكعيبي دلة متصلة لجميع قيامك فورا إذن لا يوجد هنا دون أنه نعطش نقاط انفصال أيضا الدلة Y بتساوي مطلق X ناقص واحد فورا دلة المطلق كلنا أخذنا من قواعد تحديد اتصال الدلة لا يوجد نقاط انفصال لها إذن في هذه الدلة التي أمامنا متصلة لجميع قيام X الحقيقية كذلك أيضا مطلق X تربية ناقص طرامة مطلق فمعنى ذلك أن الدلة متصلة دون تحديد أي نقاط انفصال الدلة Y بتساوي واحد على X زائد اتنين كل تربية هنا دلة نسبية هل يوجد للمقام أصفر هل يوجد للمقام قيمة أعود عن X بها حتى يكون المقام بيساوي صفر نعم ما هي هذه القيمة من يقول أعصمات واحد بقول سالم اتنين إذن الإجابة صحيحة إذن هذه الدلة لها نقطة انفصال عند X بتساوي سالم اتنين طب هل أستطيع أتخلص من هذا الانفصال لا يمكن لأنه انفصال نهاية ما فيش كلام فيه لا نستطيع اختصاره مع أي شيء إطلاقا الدلة Y بتساوي واحد على X تربيع زائد واحد هل هنا أصفر للمقام قوعة قوعة تتغش وتقول آه ده فرق بالمربعين ونحلله والX بتساوي زائد أو ناقص واحد خلي بالك أن هذا X تربيع زائد واحد لا يوجد هنا أصفر للمقام ومعنى ذلك أن هذه الدلة متصلة لجميع القيم X ولا يوجد نقطة انفصالها الدلة Y بتساوي X تربيع زائد الجزر التكعيبي لأربعة ناقص X فورا ده جزر تكعيبي ودلة تربعية فمعنى ذلك أن هذه الدلة متصلة لجميع قيم X ولا يوجد نقاط انفصال الدلة Y بتساوي كوتان X نقف هنا شوال كوتان X احنا عارفين ان الكوتان X بتساوي كوزين X على ساين X فما أصفار المقام أي ما القيم التي تجعل ساين X بتساوي صفر لو راجعنا معا رسم الدلة ساين X فنجد أن لها أصفار عند X بتساوي باي على 2 وأيضا 3 باي على 2 عفوا عند X بتساوي باي وX بتساوي 2 باي وأيضا X بتساوي صفر فمعنى ذلك أن كل هذه القيم مرة أخرى أن Y ساوي كوزين X على ساين X أصفار المقام هنا التي تجعل X ساين X بتساوي صفر هي صفر وباي و2 باي وهكذا الدلة Y بتساوي الجزر التربيعي لـ 2 X دي ده اللي الجزر التربيعي يبقى نقاط لانفصال عندها هي النقاط التي التي لا تكون ضمن مجالها طب مجال الدلة دية اللي هو إيه اللي هو 2X زي 3 أكبر من أو تساوي صفر زي ما تحدثنا قبل كده وقالنا لا يجب أن يكون تحت الجزر التربيعي كمية سالبة فلابد أن يكون أكبر من أو يساوي صفر إذن هذه الدلة متصلة لجميع النقاط فقط التي تكون عندها X أكبر من أو يساوي سالب 3 على 2 هنا دلة نسبية وأيضا دل في المقام دلة جزرية إذن الدلة النسبية متصلة لجميع القيم ما عدا أصفار المقام فما أصفار المقام واضح أن X بتساوي سالب 1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر